اهلا بكم في مرايا عودتنا السعودية الجديدة منذ تولى حكمها الملك سلمان بن عبد العزيز مباركا طبعا رؤية ولي عهد الأمير محمد بن سلمان على الحزم مش شفافية تامة لا حصانة لأحد إذا تعرضت مصالح الدولة وسمعة الدولة وأمن الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين للضرر هنا لا حصانة لأحد أمير أو وزير أو أي شخص وهذا ما كان حقيقة كلام شعار استهلاكي لا رأينا بفعل أمراء يحاسبون ويحقق معهم ويعاقبون ويحبسون ووزراء كذلك ورجال مال كبار وصغار رجال مال من العيارة الثقيل يعني إذن ما كانت القصة مجرد شعارات فحين تفصح المصادر السعودية عن المطالبة بالتحقيق مع مسؤول سعودي هارب هذا أدق وصف له اللي هو سعد الجبري والدكتور سعد الجبري ومحاكمته بتهمة التلاعب والاختلاص بمال عام للدولة قيمته 11 مليار دولار ملعبة يعني ولأ وين هذا المبلغ كان مخصص لصندوق مكافحة الإرهاب في أيام المرحوم الملك عبد الله فلا غرابة في هذه على رأس ريشه هو ليس أعز ممن حوسب قبله من علية القوم إذن لماذا تقاطرت الميديا الغربية في تلميء صورة الجبري اللاجئ في كندا اليوم وكندا يحبوننا عد كثير وفجأة صار الجبري شخص عزيز عليهم وأضفوا عليه بطولات جلها بطولات من وهم صار الجبري عند البي بي سي والواشنطن بوست والنيورك تايمز هو صانع الأمن السعودي يعني قبله ما فيش أمن أصلا ألغوا مسيرة أكثر من نصف قرن وهو الذي أنقذ العالم لوحده وهو الذي فهم الشرق والغرب أو الغرب خاصة منجزات الأمن وهو 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 طيب نحن لا نريد أن نكون غير منصفين أكيد لهم منجزات بالذات في قطاع الرقمن أو من رقمن ويمكن تواصل بالنهاية رجل أكيد عنده قدرات لكن الصورة التي ترسمها الميديا الغربية كاذبة وغير بريئة وفي النفس ما فيها لحاجة في نفس يعقوب ما لم تقوله هذه الميديا وأظنها تعرفه هو أن الجبري الرجل الأهم في وقته بوزارة الداخلية والمتحكم بهذه الأموال المهولة 11 مليار دولار هو الذي مكن الجماعات جماعات الإسلام السياسي الأخواني أو المتأخونة منها مبلازم يسيروا عضو بطاقة كرنيه بس الدماغ أخواني مكنهم من الفضاء العام وصلت خطباء هذه التيارات ومنظري هذه التيارات ودكاترة هذه التيارات من لجان ما سماه بمكافحة الإرهاب طبعا ما سماه بمكافحة الإرهاب كان اسمها الأمن الفكري والأمن الفكري والمناصحة ومكنهم من الجامعات وأمور أخرى كثيرة يمكن ما اكتشفناها لأن تكشفها الأيام إذن الجبري حين نتحدث عنه نحن لا نتحدث بشكل شخصي لا نتحدث عن ظاهرة خطيرة وليس مجرد مسؤول فاسد هرب بالأموال العامة القصة مخطط أكبر ونية لم تكن بريئة لحرف مسار الدولة السعودية نحو المعسكر الأخواني الكبير شبكة فساد أضارها المسؤول السابق سعد الجبري الهارب إلى كندا بدد من خلالها مليارات الدولارات من أموال الحكومة السعودية المخصصة لمكافحة الإرهاب وفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة وولستريت جورنال عن محققين سعوديين الصحيفة أوردت في تقريرها أن الجبري الهارب منذ عام 2017 والذي كان الرجل الثاني في وزارة الداخلية السعودية متهم هو وأفراد من عائلته وآخرون مقربون له بإساءة إنفاق ما يقارب أحد عشر مليار دولار في واحدة من أكبر قضايا الفساد في السعودية تعملوا هذا الحديث اللي جاي بعد شوي وهو من أحد رموز الغلو والتحريض والتطرف السعودية متى في سنوات عز الجبري وهيمنته ليش نجيبه؟ عشان نعرف أي مشكلة وأي مصيبة وأي حفرة كنا فيها مع الأخص لما ندوش قلت أني أسعى في مواضيع المعتقلين ومن بين من أسعى ومن من أسعى فيهم أشخاص صدر لهم تعويض استلمت شكات أنا تعويض لهم يعني استلمت شكات من من وزارة الداخلية من وزارة الداخلية من حساب الأمير محمد من الشخصي من وزارة الداخلية تعويضاً لهؤلاء بل يعني ربما تتفاجئ لو قلت لك أنه إلى وقت قريب لازلت أصرف على أشخاص صدر لهم تعويض جعلت في حسابي ما ندري عدد هذه من الصندوق المخصص أبو 11 مليال أو من غيره الرجل اللي هو الجبري حسب القانون وخاصة بعد اجتماعات له رصدت مع المخابرات الأمريكية مع جون برينان بعهد أوباما دون علم قيادته الشرعين هذا ألف باع خطأ في السياسة يعني وقيل فيه ما قيل هو بهذه الحالة يعتبر دستورياً أو قانون خانق سمه العظيم معالي الدكتور سعد بن خالد بن سعد الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص هو أبرز مشروع تبناه وخطط له وصبأه بصبته والمشروع على فكرة جميل كفكرة رائعة جداً هذه المشكلة في المحتوى والتنفيذ خطط له وصاقه وأشرف عليه الجبري هو ما عرف بمشروع المناصحة فكرة لجنة المناصحة هي في الأساس فكرة صحيحة لكن يجب أن تكون مسبوقة بأحكام معلنة للناس وقوانين صريحة لمحاربة هؤلاء الإرهابيين وإيقاء العقوبات الصارمة عليهم لردع الآخرين ثم تأتي فكرة المناصحة التي هي في الأصل فكرة طيبة لكنها صنعت في الأساس بشكل خاطئ على عين سعد الجبري وأمثال سعد الجبري التي استطاع من خلالها توظيف ودعم الإرهابيين والمتطرفين شيوخ الإرهاب والتطرف وكان يصرف لهم رواتب وكان يدفع من أموال الدولة لدعم هؤلاء الذين يعارضون توجه الدولة لا يمكن أن تصنع لجنة مناصحة لمناصحة الإرهاب وتوظف فيها شيوخ الإرهاب أنفسهم هذا لا يمكن لا تتوقع أن تأخذ نتيجة من تجريب المجرد الذي يؤسس للإرهاب لا يمكن أن يكون هو الحل له وهذا الخطأ الكبير الذي أسسه سعد الجبري لأنه له أهداف سياسية في التغلغ الداخل الدولة وإسقاط النظام السياسي من داخله وبناء تنظيم خاص بالأخوان المسلمين المهم في هذا كله هو القضاء على نهج وثقافة وأسلوب وفكر ومناخ هذا الشخص الجبري وليس التخلص من شخصه المشكلة في الظاهرة مثل ما قلنا يمكن في غيره في مجال آخر ما ندري يعني وهذه بصراحة مهمة لم تنتهي بعد ولا يجوز أن تنتهي لأنه يجب أن تكون اليقظة 24 ساعة على 24 ساعة حال هذا الرجل وهو كان يسعى لتحقيق أوهامه السياسية في السعودية الجديدة كما قال ساخرا مصطفى الرافعي اسفنجة جاءت لشرب البحر اسفنجة جاءت لشرب البحر وشمعة ضاءت لشمس الظهر إلى اللقاء اشتركوا في القناة